في تصريح لكابتن احمد حسان ميدو في البرنامج بتاعه اللي بيقدمه طالع بيقول يجب على رابطة الاندية المصرية تشفير مباريات الدوري المصري وتكون باشتراك شهري طيب انا همشي معاك يا كابتن ميدو بس الموضوع ده لو يعني الموضوع ده ليه طريقين الطريق الاول لو انت بتتكلم عن البلاد التانية غير مصر لو انت بتتكلم عن الدول التانية اللي بتتفرج على الدوري المصري وانك انت عايز التشفير يحصل للدول دي من ناحية الدوري المصري فانا معاك وانا اشد ادعمين لهذه الفكرة طالما فيها فلوس هتدخل للبلد بما انا لا صح طالما فيها دولارات هتدخل برضو للبلد كلها ماشية دلوقتي دولارات طالما من دولة لدولة ماشية بالدولار مش ماشية بالعملة المحلية خلص انما لو انت اصدق على الجماهير المصرية تتفرج باشتراك شهري يعني معلش في الكلمة هو الشعب المصري مستحمل بجد والله الشعب المصري او الجماهير المصرية مش مستحملة انك انت تطلع تقول حاجة زي كده لدرجة انه هما اساسا تفاق كومنتات اللي طلع عليك بسبب التصريح ده الجماهير المصرية مش مستحملة الجماهير المصرية جاية عند الحاجة اللي هي بتخلي الواحد سرحان فيها ومركز فيها وبيفرح بيها بيحزن عليها في حاجات كده الواحد يعني ايه بيحاول ان هو يفك بيها عن مشاكل الدنيا بالكورة تيجي انت تقول ان هو يبقى بشتراك شهري يا جدع يا جدع دعيب اصلا تصريح زي كده يطلع يا جدع